بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل اليوم بإذن الله بقية دروس المنهج في هذه الوحدة الوحدة الثالثة عشر درسنا اليوم سوف نتحدث على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس في هذا الدرس سوف نتحدث عن الإحداثيات ونظم تحديد المواقع الخريطة ومساقط الخرائط النظام الإحداثيات هو نظام وهمي على سطح الأرض تتقاطع فيه دوائر العرض والطول بزاوية قائمة وهي تخدم تحديد المواقع التحسب درجات العرض مع خط الاستواء فالقطبان يقعان على درجة 90 شمالا أو جنوما وخط جرينج أو خط صفر طولي ويقع إلى الشرق من 180 شرقا و180 غربا ويجب الانتباه إلى أن الأرض ليست كرة بل هي أقرب إلى مجسم قطع ناقص مرجعي ويؤدي لإزاحة قياس موضع ما حتى 20 كم أيضا وقد تختلف الأحداثيات الجغرافية حسب البلدان وأنظمتها المرجعية وعلى الصعيد الدولي اليوم يستعمل في الأغلب نظام المساحة العالمية في عام 1984 وهو اختصار ل YGSB4 نظام تحديد المواقع العالمي GPS إن تحديد موقع أي مكان على سطح الأرض قد صار أكثر يسرا من ذي قبل لتطور نظام تحديد المواقع الكرة الأرضية هو كلمة GPS هو اختصار لكلمة نظام تحديد المواقع العالمي وهذا النظام أداة ملاحية تطورتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أساسا لاستعمال العسكرية ولكنها أيضا متاحة الآن لأغراض المدينة في أنحاء العالم وقد تتكوم من أسطول من أقبار الصناعية التي تدور حول الأرض فتديع شفرات رقمية لتقيتها المستقبل المحمول وبقياس الفروق الطفيفة بين أوقات وصول تلك الإشارات تستطيع أجهزة لاستقبال تحديد المواقع فلا تتجاوز نسبة الخطأ بضع عشرات من الأمتار طبعا أحدث نظام GPS أو نظام تحديد المواقع ثورة كبيرة في كثير من العمليات الخاصة بالأعمال ولا سيمة تلك المتعلقة بالنقل ورسم الخرائط والمساحون ولا سيمة الذين يعملون في مناطق نائية أو ريفية يحددوا مواقعهم باستعمال نظام GPS أو نظام تحديد المواقع بدلا من استعمال أجهزة بصرية أخرى لا تفيد إلا في حالة المسافات التي لا تتجاوز كيلومترات معدودة فتفيد هذا النظام في الطائرات والسفن في رحلاتهم باستعمال هذا النظام بدلا من أن يعتمدون على أنظمة الراديو الأرضية القديمة مساقط الخريطة المسقط هو عملية نقل السطح المنحني للكرة الأرضية إلى سطح مستوي على الورقة وقد سماها الجغرافيون التسطيح والتسطيح عملية لا يمكن إنجازها دون قدر من التشويه ولكنه تشويه ضئيل في الخريطة ذات المقياس الكبير الذي تغطي مساحات صغيرة بحيث يمكن إغفاله أما في مساحات كبيرة كالعالم بأسره فلا مفر من حدو التشويه كبير والتشوهات قد تحدث في الشكل والحجم النسبي للأماكن المسافات المختلفة بين الأماكن وهناك مئات من نظام التسطيح أو المساقط لكن ليس من بينهما نظام واحد يخلو من التشويه أشهر هذه المساقط الثلاثة المسقط الاستواني والمسقط المخروطي والمسقط المستوي الأفقي هذا هو الأفقي وهذا الاستواني وهذا المخروطي إذن ثلاثة مساقط رئيسية للمساقط الخرائط استواني بهذا الشكل ومخروطي وأفقي أيضا بالنسبة للأستواني فتكون فيه لوحة الخريطة على شكل استواني تحيط بجسم الكرة الأرضية على طول دائرة خط الاستواء وبهذه الطريقة يمكن تمثيل المناطق القريبة من خط الاستواء تمثيلا دقيقا وهي الموجودة في العروض الممتدة بين دائرتين عرض 45 شمالا وجنوبا ويحقق هذا المسقط شرطا له الاتجاه الصحيح أما المسافات الصحيحة والشكل الصحيح فيكون على خط الاستواء بالتحديد والمناطق القريبة منه فقط ويبلغ التشوه أقصى بعد دائرتين عرض 60 درجة شمالا وجنوبا وتستعمل هذه الطريقة في بناء خرائط الملاحة البحرية والجوية من أهم بزاياها أن خطوط الطول ودوائر العرض تتقابل في زاوية قائمة إذن هنا عندي الشكل المسقط الاستواني وهنا أيضا الشكل المخروطي أما المخروطي فتكون في لوحة الخريطة على شكل مخروط يمس أحدى دوائر العرض إلى الشمال أو الجنوب من خط الاستواء وقمته فوق نقطة القطب ويصلح هذا المسقط لتمثيل المناطق الواقعة بين دائرة عرض 30 درجة إلى 60 درجة شمالا وجنوبا وتتحقق فيه المساحات الصحيحة للقارات ولا يحقق الأشكال الصحيحة لها ويستعمل في خرائط التوزيع الطبيعية والبشرية والمناطق ذات المساحة الصغيرة وكذلك المناطق ذات الامتداد العرضي كالوطن العربي أما التشويهات فتزيد في العروض الاستوائية والقطبية المسقط المستوي الأفقي وهذا الشكل فيه يلامس سطح الورقة لوحة الخريطة نقطة واحدة فقط في مجسم الكرة الأرضية فيمكن تحقيق الأشكال والمساحات الصحيحة التي تكون عند مركز الورقة ويزيد التشوى كل ما بعدنا عن نقطة المماس بحيث لا يمكن تمثيل سطح الأرض كله على خريطة واحدة وفقا لهذا المسقط كان هذا درسنا لهذا اليوم نستكمل بمشيئة الله بقية الدروس في الحصار قادم